طيب بالنسبة ليه النادي زماني كنا بنتكلم عليه دلوقتي لكن عندنا برضو النادي الاهلي اللي يعني يستعد ان شاء الله لمباراته امام الهلال عنده بعض الامور الخاصة باللعبين زي ديانج ديانج كان جاله كذا عقد احتراف وكلنا كنا متابعين لانه لعب قوي باسعار جيدة جدا لو النادي الاهلي كان في الوقتي دابعها او بعد ديانج كان هيستفيد مديا لكن كان هيفضل فيه مشكلة في نصف الملعب لكن بعد ما جاب مروان عطية بعد ما جاب القندوسي خلاص بقى الامور بالنسبة له متطمن للمنطقة دي في ظل وجود حمدي فاتحي في ظل وجود عمر السلية بقى عنده مجموعة من اللعبية تقدر تسد المركز ده له ديانج سافر طبعا ديانج لعيب قوي ولعيب مهم جدا في النادي الاهل لكن في وقت من الوقت بتفكر بقى بشكل استثماري وشكل تقدر تسوق به لعيب زي ديانج اللي جايله يعني عروض قوية يقدر النادي الاهل يستغل الماديات بتاعته في حاجة تانية طيب ده بالنسبة لديانج آيمن أشرف الحقيقة يعني بقاله فترة بعيد تماما عن الفريق وبالتالي فيه تفكير من الجهاز الفني في النهاية الموسم تبقى آخر علاقة آيمن أشرف بالفريق يعني طبعا أنا بحب آيمن حقيقة لأنه لعب مجتهد ولعب مكافح لكن ساعات كرة القدم يعني بتيجي في وقت كده يعني ما بتنصفكش بتلاقي مواهب لعيبة ظهرت بقت موجودة بقت الأمور بالنسبة لها أن المدير الفني بيعتمد عليهم وبيبقى دورك بيبقى بعيد تماما أو بيبتعد تماما فبالتالي كولر معتمد على اللعيبة الموجودة وأيمن أشرف بعيد حتى كانت مرة خالص القايمة الخاصة بالفريق وبالتالي ممكن على نهاية الموسم أيمن أشرف ما يبقاش موجود ممكن بقى النادي الأهلي بيبيعوا أو يعيروا ده اللي احنا هنشوفه في الفترة القدم النادي الأهلي ومشكلة السوشيال ميديا الدائمة بالنسبة للعبين حاطط ليحة خاصة باللعبين اللي بيسمعوش التعليمات أو ما بينفزوش التعليمات فيه غرامة على اللعبين اللي بيتعاملوا في السوشيال ميديا في توقيت ممكن يكون مهم جدا التركيز فيه مهم جدا البطولة اللي انت مشترك فيها ولكن النادي الأهلي بيعاقب اللعبين في السوشيال ميديا وأفشى تقريبا هو اللي يمكن أخذ النصيب الكبير في العقاب أخذ خاصة 200 ألف جنيه نتيجة خروجه بلايف كده أثناء مباراة كاس العالم كان تقريبا في أحد الحفلات في بطول الكاس العالم الحفلات دي كانت في المغرب طلع بلايف كده وبالتالي تنفيذ اللايحة الخاصة بالنادي الأهلي بخصوص الموضوع ده تقريبا تقريبا